لمناقشة ازدياد نسبة الأمية في العراق ينضم إلينا عبر سكاب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي دكتور نعمة مرحبا بكم يعني لجنة التربية النيابية دقت ناقوس الخطر هناك 11 مليون أمي في العراق ماذا يعني لكم هذا الرقم دكتور نعمة؟ الحقيقة هذا رقم صادم بكل المقاييس التربوية الاقتصادية الاجتماعية يعني هذا العراق الذي كان تقريبا يتصدر الدول في منطقة الشرق الأوسط يصبح الآن في ذيلة القائمة التعليمية وتسبق السعودية والإمارات وبقية الدول والآن هو في الحضيض بعد عام 2003 وطبعا آخي الكريم حقيقة هذه سياسة متعمدة وسياسة تجهيل المجتمع العراقي أي بمعنى حتى يسهل قيادة هؤلاء الرعاء أو المجتمع العراقي مع الأسف الشديد وطبعا كلما كانت هناك الأمية متفشية كلما كانت هناك قيادة المجتمع ساهلة من قيادة يعني دكتور نعمة يتحدثون أيضا عن سياسة تجهيل متعمدة وأنتم ذكرتم ذلك ولكن من المستفيد من هذه السياسة سياسة التجهيل المتعمدة؟ السياسيين سياسية صدفة التي ابتلى بهم العراق وهم على الأسف الشديد أيضا أميين الأمي هو ليس مثال فقط شهادة الأمي هو لعدم يدرك حول ما ينبغي أن يقوم به لتفعيل المجتمع لدفع المجتمع أن يكون مثقف متعلم يبني المجتمع الأهم شيء آخر الكريم هو التعليم إذا كان المجتمع تعليمه راقي عالي في مستوى معين فقادر على أنه بالجانب الاقتصادي لكن إذا كان المجتمع مجتمع أمي فمن الصعوبة أن يقوم بدورة الوطن لذلك العفو تفضل 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 دكتور أكمل أنه هؤلاء أخي الكريم لو تنظر إلى وزارة التربية اللي هي عمادة المجتمع عمادة المجتمع التعليمي عمادة المجتمع التربوي من هؤلاء الذي يقوده أو التعليم من الذي يقوده أميين أميين من الميليشيات ومن لفة لفة فكيف أنه تريد أن تبني في العراق مجتمع متماسك متعلم له دور في بناء العراق دكتور إذا افترضنا أن عدد العراقيين هم أربعين مليون أحد عشر مليون ما يقارب يعني أو أكثر من ربع سكان العراق يعانون من الأمية ولكن هناك أيضا توقعات بارتفاع عدد الأميين خلال السنوات المقبلة دكتور نعمة هل تتحمل الحكومات المتعاقبة وحدها ارتفاع نسبة الأمية في العراق دكتور أنا أعتقد أخي الكريم شوف هذه آخر شيء ليوم 15 بالشهر هذا الخامس اللي أعلن رئيس الوزراء قيام ما يسمى بالعملية التربوية طويلة المدى لمدة عشر سنوات رصدولها مئة وأربعين تريليون دينار هذه المئة وأربعين تريليون أخي الكريم ضمن المستوى من 2003 إلى حد الآن هذه تعتبر لا شيء كم يسرق هؤلاء السراق منها كم يعبثون فيها كم مدرسة رح يبنون من الطين فتصبح عملية غير مكتملة وليس لها فوائد سوى لجيوب هؤلاء القتلة الذين جاء بهم الاستعمار عام 2003 دكتور نعمة انعكاسات هذه الأمية على المجتمع العراقي كيف ستكون مستقبلا؟ أخي الكريم يعني هذه مسألة التعليم له دور أساس في بناء المجتمع نعم رح يكون مجتمع متخلف مجتمع لن يستطيع أن يلحق بركبة المدنية والتطور العلي دائما نرى أنه مجتمع مترهل مجتمع سراق مجتمع عميين ليس له إمكانية التطور مثل بقية المجتمعات الأخرى ولذلك يصبح من السهولة قيادته من قبل هؤلاء الذين ابتلى بهم العراق عراق الفخر والعز قبل عام 2013 تتحدث حكومة السوداني عن عملية الإصلاح والتنمية كيف ستكون عملية الإصلاح والتنمية بدون الاهتمام بالقطاع التعليمي دكتور أشركوا في هذه الخطة العشرية يسموها العشرية العشرية نعم أشركوا البنك الدولي واليونسيف واليونسكو وهذا يعني زين زين لكن المشكلة بالذي يقود العملية السياسية بالذي يقود العملية التربوية هنا تكمن المصيبة أنه هؤلاء جهلة ليس لهم قدرة على فهم الواقع وإدراك نعم كوادر نحن نحتاج إلى كوادر تعليمية كوادر قادرة على البناء والتطور وبناء مدارس عصرية وبناء أطفال قاعدة من الجيل الجديد بأنه يستوعب وقادر على أن يقوم بالعملية التربوية لكن وين إذا يكون هذا الطالب الشتاء قارس لا محار لا يجلس على الأرض فكيف تريد من هذا الطالب أن يكون له دو في بناء المجتمع العراقي عبر سكان من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي شكرا جزيلا لكم